على مواقع التواصل الاجتماعي كان اللبنانية عم يتفاعلوا مع موقف مفتي الجمهوري من الزواج المدني أغلب التعليقات كانت عم تتناول هيدا الموضوع ومعظمها كانت مستنكرة لموقف المفتي إذا مش بالمضمون على الأقل بالشكل ولسيما إهداروا دم كل من يؤيد الزواج المدني حتى الاختياري على فيسبوك كتير كانت التعليقات ولكن منتوقف عند وحد مننا للإعلامية بتلفزيون المستقبل الزميلة ديانا مقلد ردا على النائب أحمد فتفة كتبت فيها ما فيك تقول إنك تيار مدني وتكون ضد الزواج المدني كلام فتفة سخيف لا مصداقية له فتفة يدعم موقف المفدي الرافض للزواج المدني كل من يدعي المدنية كذاب إذا وقف ضد خياراتنا اللادينية المدنية وبهذا الإطار عم تنشط الإعلامية بولا يعقبيان أيضا مع آخرين بإطلاق عريضة إلكترونية بالطالب بالزواج المدني بلبنان يلي بيرغب بالتوقيع على هذه العريضة في فوت على موقع www.ipetitions.com.petition.civilmarriagelab أما على يوتيوب فالبعض استرجع أغني للفنان المصري مأمون الميليجي افتي يا مفتي ورجع ينشرع على مواقع التواصل الاجتماعي افتي وقل كده على رحتك ما انت مشهود لصرحتك افتي وقل كده على رحتك ما انت مشهود لصرحتك افتي وعلى شنص رحتك خلي الدنيا تشعل المرض على تويتر رئيس الجمهوري العماد مشير سليمان أيضا كان عم يعبر عن موقفه المؤيد للزواج المدني فكتب ان اهم مرتكزات الوحدة الوطنية هي قانون الانتخاب وقانون الاحوال الشخصية واضاف كما اعلنت موقفي من القانون الارتودوكسي غير الموجه ضد الطوائف المسيحية اعلنت ايضا تأييدي للزواج المدني غير الموجه ضد الطوائف الاسلامية وتابع رئيس الجمهوري هذا من مسؤولياتي الدستورية الذي في مقدمها الحفاظ على الوحدة الوطنية كما انه منسجم مع حق شطب المذهب عن الهوية وضع رئيس الجمهوري واعتبر انه من الواجب احالة مشروع الزواج المدني الذي وافق عليه بصورة مبدئية مجلس الوزراء عام 98 الى وزيري العدل والداخلية او تكليفهما اعداد مشروع جديد ودايما بهيضا الاطار الصحفي جيهاد بزي كتب على مدونته جيبزي.blockspot.com مقال تحت عنوان المفتي يفقد رشده وايضا كان هناك مدوني للصحفي في داعي تاني تحت عنوان هكذا تكلم محمد رشيد قباني مع هذا الخبر نوصل لختام فقرتنا لليوم موسيقى موسيقى موسيقى